طبعا ما شاء الله دقيقة والحقيقة أبهروني بما حقاقوا أنا الحقيقة لو أنا حبيت أعمل سيفي لنفسي مش هقدر أعمل ده فبشكرهم جدا جدا لفريق العمل والحقيقة حاجة جميلة يعني أشعرت وأنا بأتفرج عليه هم اكتهدوا جدا الحقيقة عشان يصلوا لتفاصيل كتير أو يتقدر توجز في كلمات وفي دقائق محدودة مشوار عطاء حضرتك الكبير في مجالات عديدة هل لنا نبدأ بنشأة هذا الكدر المصري والعربي والأفريقي المتميز اللواء أحمد ناصر النهاردة لما حضرتك بتشوف شريط الزكريات هل في بدايتك كنت بتتوقع تحقيق كل ما حققت من نجاحات ولا لا طبعا لا بس الواحد كان عنده طموحات والحمد لله عيلتي ربوني على أساس أني أنا أبقى في النادي من صغري والدي كان بيلعب ملاكمة لكن كان مهتم بكاريره الوظيفي أكتر لكن لعب ملاكمة كويس وصل لمستويات كويسة جدا على مستوى مصر وأخويا كان بيلعب سباحة أخويا كبير هشام محمود هشام هو لواء برضو جيش وأخويا التاني محمد طلال برضو كان بيلعب سباحة ده شكل العيلة ولما تزوجت الدكتورة هالة أبو عالم هالة كانت لعبة هندبول وبنتي فرح لما خلفناها ابتدت تلعب تنس فأصدأولي الأمور ابتدت تتشمك الرياضة من زمان وحتى الجيل الصاعد حاليا يعني العيلة مرتبطة جدا بالرياضة بالزبط جزء أصيل من ممارساتك ومن حياتك اليومية بالزبط طيب هل كنت بتفكر في اتجاه معين هل حضرتك في بداياتك مرحلة الطفولة تشكيل الوجدان بعدها مرحلة الدراسة والمرحلة العمل أو الفترة ما قبل العمل والمراحل القريبة جدا من مرحلة التخرج وبدء الحياة العملية هل كنت حددت أهدافك كنت بتفكر في اتجاه معين في البروفاشن أو مجال احتراف معين ولا مشيت الأمور ازاي لا طبعا زمان حياتك بتقول كده أنا كنت طموح جدا لأن أنا ابتديت بالسباحة وكانوا قائلتي رحمهم الله كانوا بيحطوني في النادي من الصبح لحد بالليل في أوقات الصيف طبعا وأوقات الشتاء كنا بنلعب برضو بس بحساب يعني المدرسة لازم تبقى مؤدي في المدرسة كويس قوي 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 ومتفوق وإلا ما تروحش الرياضة فكان أحد الحوافز الرئيسية كان عندي رؤية أن أنا أبقى بطل في يوم الأيام لعبت سباحة والحمد لله كسبت بطولات كتير فيها لعبت كرة ماء ودخلت فيها منتخب مصر والحمد لله في فضل ربنا يمكن كنت محظوظ كفاية أن أنا بقيت في ثلاث منتخبات قومية في وقت واحد كنت في المنتخب القومي لكرة الماء كنت في المنتخب القومي للخماس الحديث كنت في المنتخب القومي للفروسية في وقت واحد بس ليه تحديدا ارتبط اسم الرياضي اللاعب أحمد ناصر بالخماس الحديث علشان هو أحد الحاجات الرئيسية اللي أثرت واللي حققت فيها إنجاز كبير واللي كنت يمكن من الرواد مع مجموعة من زميلي اللي ربنا يديهم الصحة وبعضهم رحمهم الله يعني وطبعا ما نساش فضل اللواء إلهام الحسيني أحمد إلهام الحسيني وهو أحد الناس اللي أسست هذه اللعبة وكان الحقيقة لي رؤية في أني أنا أكون بلعب لفترة بعد سنة بقيت الحمد لله بطل مصر وبطل أفريقيا وإلى آخره وبعد كده ابتديت أخش في الكرير العالمي والرياضي إلى أن الحمد لله وصلت لمستوى عالمي وقدرت أن أنا أكسف في سنة 1983 في فارندورف بطولة العالم خصوصا في الرماية وسجلت رقم عالمي جديد كان 199 من 200 وبعدين اتغيرت بقى دلوقتي الرماية بدل ما هي خمسة وستة من عشرة اللي هي المورس بقت الليزر فبقى وشكل الإيفنت كمانا اتغير كنا بنلعب على خمس أيام خمس لعبات سباحة وجاري ورماية وفروسية وسلاح سيف مبارسة كنا بنلعب كل لعبة في يوم النهاردة بقت كل الألعاب في يوم واحد فطبعا في تطور في تغيير هل تشايف الشكل الحديث أفضل ولا الشكل القديم لممارسة اللعبة والشكل البطولة؟ والله السؤال ده حلو قوي السبب لأن أنا مش مع التغيير ليه مش مع التغيير؟ لأن البرون بيرد كوبرتان مؤسسة الألعاب الألمبياء الحديثة لما ابتدى هذه اللعبة ابتدىها على أنها لعبة مركبة وبتأخذ عدد من الأيام ولها طبيعة خاصة النهاردة علشان يقدروا يجابه التلفزيون وأزاعات التلفزيون بقى في حدوديات من الألعاب الألمبياء أن يكون لك شعبية أن يكون الجندر إيكوتي لو المسوافل ما بين الرجل والمرأة أن يكون هناك الفيسبوك بشكل مش عارف عمل إزاي والسوشيال ميديا أن يكون عندك القدرة على أن أنت كاتحاد أن أنت تنتشر في كل قرات العالم بشكل أو بآخر وهكذا يعني حطين شروط قوية جدا فأنت عشان تستمر في دورة الألعاب الألمبياء لازم تغير علشان تبقى في البرنامج الألمبي وتبقى مرئي فبيقولك بدلا من ناس تفرج عليك خمس أيام الناس حتمل فلازم يبقى في حاجة فيها نوع من أنواع الجاذبية الأكثر وصرعة اليقاع طب هل هذه المتغيرات أو هذه الضوابط الكتيرة اللي فرضت على شكل المنافسة أثرت بالسلب أم بالإجابة على جودة ممارسة اللعبة نفسها برضو سؤال جميل وجوهاري لأن اللعبة نفسها المفروض وفق الترديشن أو العادة بتاعتها أو بتقاليدها إنها بمجموعة نقاط إنما اضطر الاتحاد الدولي إنه يجمع لعبتين مع بعض في غالة الجاري والرماية زي البياثل الشتوي اللي هو بتجري بالتزحلق على الجليد دورة وبعدين تضرب بالمندقية وضع واقف وبعدين دورة وبعدين وضع راقد وبعدين دورة وبعدين وضع نائماً وهكذا هم خدوا دي وخلوها تجري دورة وتضرب بالليزر خمس طلقات وتجري دورة تانية وضرب خمس طلقات يعني تجري أربع فتنويع المهارات اللي كان موجود اتغير بقى ما بقاش جزء من النساء فاتغيرت حاجات كتير قوي بقى اتغيرت طريقة تدريب أميال للشكل الأديم آه طبعاً مش عايزة نقاش أنا بالنسبة لي الشكل الأديم مش عشان أنا ترديشن أديم لا لا خالص بالعكس الشكل الأديم مدي الإيحاء للعبة الخماسي الخمس لعبات التحدي قدرتك أن أنت بقى يعني أحسن رياضي في العالم أن أنت تجمع على خمس تيام وبعدين بتلعب مع كل اللعبة في السلاح دلوقتي اختصرت بتتلعب بشكل آخر بتجري هي هي الجاري بس تختصروا الجاري بشكل آخر الصباحة بقت حمام الصباحة بقى بشكل آخر يعني بقت ميتين متر وبعدين كانت الأول عندنا تلتميت متر وهكذا يعني اختلفت تماماً للجوهر نظراً لضغط الإعلام يعني هل الشكل الجديد أثر على المساحة المتروكة لأبطال اللعبة دي واللي بيتنفسوا فيها على إظهار قدراتهم في جماليات الخمس لعبات والله أنا عايز أقول لها حضرتك لكل طريقة جمالها ومميزات مميزاتها ومساوئها الطريقة الجديدة بنسبة لنا ما هيش بتبين قدراتك كتشالنجر جامد أوي كمتحدي كقدرة ومدائجاتك لكل لعبة من لعباتك لا وقدرتك على الصمود أنك تصمد بشكل أبو هتقول لي طب ما كلهم خمسة فيهم تختلف تختلف مين تاني بخلاف الوالدين وبصمتهم وتأثرهم على نشأة اللواء أحمد ناصر ومراحل تشكيل وجدانه وبخلاف اللحظاك طبعا شخصية الجميلة اللحظاك ذكرتها اللواء الهامي الحسيني مين تاني مدرس مدرب مدير فني إداري في التحامل الاتحادات اللحظاك كنت لعب أو تعاملت معها بشكل أو آخر له تأثيرات كبيرة على مشوار اللعب أو الرياضي أحمد ناصر على المستوى العسكري وقبل ما تزوج كان المشير المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة رحمه الله وكان اللواء تحسين شمل مش عايزة نقاش لهم بصمة كبيرة في حياتي ولهم واللواء يوسف صبر أبو طالب أما كان مدير سلاح المدفعية كنت أنا زابط في المدفعية والحقيقة قال لي جملة خطيرة قوي قال لي أنت عايزة تبقى رياضي ولا عايزة تبقى ظابط قال لي طيب على أي الأحوال أنا شايف أن مش كل ظابط ممكن يبقى بطل فأنا حديك هذه الفرصة إذا ثبتت نفسك فيها لمدة السنة حسيبك تعمل ده إنما لو ما كانش هعيدك تاني لعملك العسكري عملك العسكري البحث في هذا الموضوع والحقيقة دي كان ليه أسير كبير جدا جدا جيه المشير أبو غزالة غيرني من سلاح المدفعية إلى سلاح المدرعات اللي هو فيه الفروسية وأصبحت قائد مدرسة الفروسية القوات المسلحة لفترة وابتدت أخذ هذا الكرير مع وجودي فيه للتحاد الرياضي العسكري كل ما كنت حضراتك بتحقق أو بتثبت نفسك للقيادات وبتحقق نجحات أكبر في المجالات الرياضية ده كان بيثبت أقدامك إنهم يدوك مساحة أكبر أن تجمع بين المجال في العمل العسكري واحترافك العمل العسكري وفي نفس الوقت العمل الرياضي ده صحيح والحمد لله رب العالمين في أثناء التوقيت ده القوات المسلحة ادتني فرصة كبيرة جدا جدا لأنها الحقيقة لها فضل كبير جدا علي في كل حاجة في تشكيل شخصيتي في إدارتي في إسلوبي في كل حاجة كان لها فضل علي أن أنا روحت في معسكر تدريبي لفترة طويلة لمدة سنتين في الولايات المتحدة الأمريكية في قاعدة اسمها فورتسامي يوستن تكسس والحقيقة كان معسكر قوي جدا جدا وعرض علي أثناءها أني أنا أبقى مدرب الناشئين لو أنا اعتزلت ويدوني مش عارف إغراءات إيه ومش عارف إيه وكلام من ده لما نزلت تكلمت سات المشير أبو غزالة قال لي لأ إحنا مش هلقدر نعمل كده ما نقدرش نفرط فيك استمر في ده وا 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 خلاص طويت الصفحة واشتغلت على هذا الموضوع